حد هيسأل يقول طيب تأجيل التطعيم امتى؟ يعني امتى ايه الدواعي ان احنا نأجل التطعيم؟ ويا ما ناس بيمروا بهذا الموقف عشان كده ايه ده مش موقف نادر أسر كتير قوي بيعدي عليهم الموقف ده فخلينا نسبت قواعد اي طفل بيتلقى علاج في المستشفى اي طفل بيتلقى علاج في المستشفى يعني هو طفل محجوز كده في المستشفى التطعيم بيتأجل امتى تاني التطعيم بيتأجل؟ لو الطفل لقدر الله مصاب بنزلات معاوية يعني عنده اسهال شديد او عنده أنفلونزة شديدة او تريد او ارتفاع في درجة الحرارة دي بنأجل التطعيم لغاية ما الاطفال تخف طيب فيه احوال تانية بنأجل فيها التطعيم؟ اه بس دي بقى احوال تانية احوال خاصة زي ايه؟ زي الاطفال اللي بياخدوا علاج مهبت للمناعة وزي الاطفال ربنا يا رب يشفيهم ويعفيهم يا رب المصابين بأورام سرطانية او المصابين بسرطان الدم او اللي بياخدوا علاج كيميائي او علاج كيماوي زي ما احنا بنقول او عندهم امراض نقص المناعة دول بيتم تأجيل تطعيماتهم لحين مراجعة الاطباء المعالجين ليهم والاطباء بقى بيحددوا انواع التطعيمات المسموحة بحسب حالة الطفل تمام كده؟ يبقى قلنا تأجيل التطعيمات له حالتين احوال يعني خطيرة شوية او خاصة شوية ربنا يا رب يعفيهم ويشفيهم ويتم شفاقهم يا رب على كل خير وفي احوال عرضة زي ان الطفل يبقى محجوس في المستشفى لأي سبب او ان الطفل يكون عنده زي ما قلنا ترجيع اسهال ارتفاع في درجة الحرارة نزلت برد جمدة وهكس خلاص؟ فاحنا هنا بنأجل بس تطعيم لغاية ما الطفل يخف انما في الحالات التانية اللي هي الحالات الخاصة لا بنعود بقى الى الفريق المعالج للطفل لان الحالة هنا بتكون معقدة شوية فبنعرف بقى ان في تطعيمات هنا ممكن ما تتاخدش وفي تطعيمات تانية ممكن تتاخد تمام؟